أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظلم تحظى به من حرصا دائم ومشترك من لدني ملك البلاد المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على تطويرها وتنميتها نعم جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات الشقيقة ولدى وصول معاليه موقع الحفل كان في مقدمة مستقبليه سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وأكد معاليه أن ذكرى قيام الاتحاد في دولة الإمارات لمناسبة عزيزة على قلوبنا وتدعونا جميعا للاعتزاز دوما بما يربط بين البلدين من روابط أخوية قوية ووشائج قرب متينة وعلاقات استراتيجية متميزة وضع لبناتها المؤسسون الأوائل وحمل الأمانة من بعدهم المغفور لهما بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وأخوه صاحب السمو والشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمهم الله والذين سنبقى أوفياء لهما ممتنين لكل ما غرسوه فينا من ود واحترام متبادل وأعرب معاليه عن أسماء آيات التهاني وخالص التبركات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على الإمارات الشقيقة وهي تنعم بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار وأن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتهم الحكيمتين وأضح معاليه أن الحقيقة التاريخية الدامغة التي لا يمكن طمسها هي أن البحرين والإمارات جسدان في روح واحدة جبلت على الإخاء والمحبة والوفاء معربا في هذا الصدد عن شكر حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على الوقفات الأخوية المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المواقف والظروف وتقديرها للدور المحوري الفاعل الذي تقوم به إقليميا ودوليا والجهود التي تبذلها دفاعا عن قضايا الأمة ووحدة شعوبها وحرصها على ديمومة العمل العربي المشترك ومساعيها الخير لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جانبه أعرب سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه احتفال السفارة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والمستندة إلى وشائج القربة والأخوة والمصالح المشتركة اشتركوا في القناة